نروح لكرة السلة رجال يمكن تعرفين طبعا فيه خمس لعبين انضموا المنتخب الرجال لكرة السلة في الباقي طبعا بيتمرن مع كابتن أشف توفيق رفع الحمل البدني بشكل كبير عشان يجاهز اللعيبة طبعا عشان اللي جايين من المنتخب لما يجوا يبقى ما فيش فرق سرعات ما بين اللعيبة اللي في الفرقة واللعيبة اللي جايين طبعا اللعيبة اللي في المنتخب عمر الجند وعمر طارق حاتم البحيري إهاب أمين محمد أبو الناص وزي ما قلنا لحضراتكم قبل كده المنتخب بيلعب تصفيات المنطقة الخمسة في الفترة من 27-29 في اسكندرية كل التوفيق لفرقنا طبعا فرقنا دي الأهلي وأيضا كل التوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله ينجح في التآهر خلينا أقول لكم أن المجموع أو تصفيات المنطقة الخمسة أربع فرق هيتآهل منهم تلاتة دي الجولة الأولى وفيه جولة تانية هتتلاقي في أحد الدول التانية برضو عشان ياخدوا أول تلاتة هيتآهل وطبعا منتخب مصر بكل إن شاء الله سهولة هيتآهل بشكل كبير لإيه لنهايات أمم أفريقيا شكرا